بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فمن الأمور العظيمة التي ينشرح لها الصدر وتجعل المسلم يقبل على الحياة التفاؤل والأمل فبالتفاؤل والأمل يقبل الإنسان على السعي في هذه الدنيا ويعلم أن بالتفاؤل يستطيع أن يعمل ويجد في عمله وبالتفاؤل والأمل يسعى في الدنيا لعمارتها وكذلك لإرضاء الله سبحانه وتعالى وإذا نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن اليأس وينهى عن القنوط فقد جاء في القرآن الكريم وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَا يَأْسَى وَلَا قُنُوطَ فَإِنَّ الْمُسْلِمْ يُقْبِلُوا عَلَى حَيَاتِهِ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَافِيهِ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي عَوْنِهِ ما دام يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وهذا الأمر نجده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يحب الفأل الحسن ويكره التطير والتشاؤم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قال لا عدوى ولا طيرة وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن أي لا نتشاؤم بالعدوى ولا نتشاؤم بالتطير والتطير كان من عادة العرب قديما أنهم كانوا يتشاؤمون بالطير إن ذهبت يسارا أو رأى الواحد منهم طيرا أسودا لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو أصحابه أن يأخذوا بالفأل الحسن فقد سمع قولا أعجبه صلى الله عليه وسلم من بعض الناس فقال أخذنا فألك من فيك وكذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الإسم الحسن وتيمن به وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبعث في نفوس أصحابه كما يبعث في نفوسنا أن نقبل على الحياة ففي شدة الأزمات كان يبشرهم بنصر الله سبحانه وتعالى فقد جاء الصحابة لرسول الله وقالوا يا رسول الله ألا تنصر لنا فقال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وحينما كان يحفر الخندق مع صحابته الكرام واستصعب عليهم حجرا فجاء بمعوله صلى الله عليه وسلم وضرب وقال بسم الله فتحت الروم وكان يبشر أصحابه بهذا الفتح العظيم حتى يبعث في قلوبهم أن النصر قادم من عند الله سبحانه وتعالى وأن الله مؤيد هذا الدين فلا مكان عند المسلم للتشاؤم ولا مكان للإكتئاب ولا مكان للضيق فالمسلم يقبل على دينه ويقبل على حياته لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى كافيه فالمريض يأمل أن الله تعالى هو الشافي والمسافر يأمل أن الله تعالى سيرده سالما وصاحب الهم إذا أصيب بقدر ما يأمل أن الله سبحانه وتعالى سيفرج همه وصدق الشافعي رحمه الله حينما قال دعي الأقدار تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لنازلة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا شيمتك التصبر والرضاء فمن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء فالمسلم بالأمل يسعى للعمل في عمارة الدنيا ويجبر كسر المنكسرين ويجبر خواطر الناس أجمعين ويبعث في قلوبهم الأمل في محبة الله وفي محبة الحياة فلا مكان عندنا للأمراض النفسية ولا للإكتئاب ولا للضغط العصبي إنما عليك أن تعلم أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى سيفرج الهم وسيوسع الرزق فأقبل على الله وتفائل فإن الله سبحانه وتعالى سيقبل عليك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته